إذن أعلنت ميليشيات الحوثي أن الصاروخ الذي أطلقته تجاه السعودية والذي اعترضته الدفاعات الملكية الجوية هو من طراز بوركان وينتمي لعائلة سكاد من الصواريخ وهو من أحد الصواريخ التي زودت بها الحركة الانقلابية من قبل إيران يصل مدى الصاروخ كما سنشاهد إلى 850 كم وهو مبني على تصميم صاروخي قائم وشهاب الإيرانيين على تصميمهما إذن واستخدمته الميليشيا الانقلابية من قبل لاستهداف السعودية وأحدث محاولة كانت في أوائل نوفمبر الماضي كما نذكر لكن الهجوم كان فاشلا بسبب الدفاعات الجوية السعودية التي أسقطت الصاروخ هذه الدفاعات تشمل منظومة باتريوت الأمريكية التي يستطيع رادارها مراقبة 50 هدفا في آن وهي من أبرز المنظومات في العالم لكن السعودية أيضا تجهز لتطوير دفاعاتها الصاروخية لتضم منظومات عدة البنتاجون كان وافق في أكتوبر الماضي على تزويد المملكة بمنظومة ثاد الصاروخية وتحدثنا عن ذلك في حينه ما سيعطي المملكة 44 منصة إطلاق و360 صاروخا ومحطات تحكم وأجهزة رادار هذا غير أن المملكة أيضا أبرمت صفقة مع روسيا لشراء منظومة S-400 الصاروخية القادرة على تدمير كافة الأهداف الجوية بما في ذلك الطائرة الحربية والصواريخ المجنحة التي تحلق على علو منخفض